السلام عليكم مرحبا بكم مرة ثانية عزائي المشاهدين في حلقة جديدة واليوم راح نسوي مقارنة بين مايكروفون WA47 ومايكروفون WA47JR أو جونيور المايكروفوني من تصنيع شركة وارم اوديو قبل أن نبتدي الحلقة ما وصيكم كالعادة زر اللايك اللطيف والاشتراك في الحلقة ومشاركتها مع أكبر عدد ممكن من الناس عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة من محبي الصوت والهندس الصوتية شركة وارم اوديو هي تعتبر شركة جديدة نوعا ما بدت مثل ما بدت كل الشركات الكبيرة في غراج صاحب الشركة برايس يونغ وهدف الشركة كان من البداية أنها تصنع منتجات تظاهي في الجودة منتجات الشركات الكبرى في الستيديو مثل نويمان وتليفونكن وعدنا اليوم في حلقتنا ماكروفونين يمكن أنهم يكونون متشابهين من الشكل الخارجي ولكنهم مختلفين اختلاف كبير جداً من التقنية المستخدمة داخل كل ماكروفون فيهم هذه الماكروفونات من نوع 47 مشابهة لماكروفون كان جداً مشهور في فترة الستينات والسبعينات الماكروفون الأصلي إذا طبعاً قدرت أنك تحصله أصلاً عادي راح يكلفك أكثر من 6-7-8 حتى 10 ألاف دولار تشوفوا الأسعار الخيالية اللي الناس قاعدة تبيع فيها هاي الماكروفون هاي طبعاً يعني أنتو الأسعار لهاي اللي تشوفونها حق ماكروفونات ممكن ما تكون 100% هي نفس الماكروفون اللي كان موجود في ذاك الوقت يعني في طبعاً ناس احتاجت أن هي تغيرهم تغير الكابسول اللي فيها فما أعتقد أن حتى هاي الماكروفون الأصلي موجود مثل ما هو على هيئته الأصلية في السوق اليوم على فكرة إذا حابين تشترون هاي الماكروفونات كالعادة راح أخلي الرابط في وصف هاي الفيديو ماكروفون ال-W-A-47 مبني على تيوب من نوع 57-51 ويستخدم ترانسفورمر خاص ومايكروفون WA-47 جونيور هو من نوع Solid State Microphone مبني على تقنية الفت وما يستخدم أي نوع من الترانسفورمر يعني تقدر توصل مباشرة إلى كرت الصوت أو ال-Pream الماكروفونين يستخدمون كابسولة مشابهة للكابسولة الأصلي اللي موجودة في مايكروفون ال-47 الأصلي والتشابه بين هاي الماكروفونات والماكروفون الأصلي نلاقيها بشكل واضح جداً في طريقة صياغة الترددات الصوتية اللي شافينها على الصورة قدامكم الماكروفونين اثنين هم يسجلون لنا الترددات الصوتية ما بين 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز بس إلى هني ينتهي وجه التشابه بين هاي الماكروفونين في مايكروفون ال-WA-47 عدنا تسع طرق نقدر نتحكم فيها في طريقة تسجيل الماكروفون من خلال الترانسفورمر واللي تتراوح ما بين ال-Omni, Cardioid و Figure 8 وال-Low Noise في ال-WA-47 جداً قليل تقريباً 11 دي بي اي يعني الماكروفون جداً هادئ أو بالأحرى حساس أكثر لالتقاطه للصوت وفي نفس الوقت الماكروفون يتحمل تسجيل الأصوات اللي بمقدار 140 دي بي يعني عادي ممكن تستخدمه كـ Overhead Mic حق الدروم ست بالنسبة لماكروفون ال-WA-47 Junior اللو نويز اللي فيه تقريباً 9 دي بي اي يعني هو حساس بعد شوية أكثر من ال-WA-47 ويتحمل تسجيل الصوت بمقدار 147 دي بي وإذا شغلنا زر ال-10 دي بي باد اللي موجود على الماكروفون رح نقدر نحن نسجل الصوت بمقدار 157 دي بي في ماكروفون ال-WA-47 Junior نلاحظ أنه فيه خاصية إزالة الترددات الصوتية اللي تحت ال-70 هرتز عشان نتخلص من أي ترددات منخفضة في الصوت ماكروفون ال-WA-47 يجي معاه Power Supply وهو اللي من خلاله نقدر أيضاً أن نحن نتحكم في طريقة تسجيل الماكروفون ومعه أيضاً وير 7 متر من نوع Gotham Cable 5 Pin وهي الشركة أيضاً شركة جداً معروفة في إنتاج الوصلات الخاصة بالماكروفون ومثل ما تشوفون الماكروفون يجي في هذه العلبة الخشبية الجميلة نلاحظ أيضاً موجود الشوك مونت مع الماكروفون يعني تقدر على طول أنك توصله في الستيديو وتبتدي تسجل طبعاً عقل ما تركبه في الستاند وتوصل الوائرات وتضبط الليفلز وهالسوارف تقدر تسجل مع أن سعر هاي الماكروفونات جداً تنافسي مقارنة بالماكروفون الأصلي إلا أن شركة Warm Audio ما بخلت على زبائنها في القطع المستخدمة في هاي الماكروفونات في تصنيع هاي الماكروفونات الماكروفونات جداً ثقيلة وتحس أنها مصنوعة بكواليتي جداً عالي يعني ماكروفون WA-47 تحس جداً ماكروفون ثقيل ويعني شغل متعوب عليه بس أشعال أننا احنا من شكل الماكروفون صح؟ أهم شي عندنا الصوت The St. Anthony Hotel in San Antonio, Texas has a long and storied history President Lyndon B. Johnson spent his honeymoon there and the first movie to win the Academy Award for Best Picture, Wings, was filmed on the property but its most famous story perhaps involved neither presidents nor Hollywood It happened in the hotel's restaurant, the St. Anthony Club The St. Anthony Hotel in San Antonio, Texas has a long and storied history President Lyndon B. Johnson spent his honeymoon there and the first movie to win an Academy Award for Best Picture, Wings, was filmed on the property but its most famous story perhaps involved neither presidents nor Hollywood It happened in the hotel's restaurant, the St. Anthony Club إن شاء الله استمتعتم في هذه الحلقة مثل ما أنا استمتعت معاكم ما أوصيكم مرة ثانية بزر اللايك والاشتراك ومشاركة القناة مع كل الناس عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة